احنا لما منربي اولادنا على الافضلية بنصعب عليه عم نصعب على اولادنا التعاون بشكل كبير مع الاخرين فيبقوا حاسين ان هم لوحدهم فيبقوا مش عارفين ولا قادرين يتعاملوا مع اللي حواليهم فينعزلوا التربية على فكرة الافضلية يا جماعة بتهلك اولادنا بتستهلكهم وبتخليهم مستهلكين حاسين ان هم تعبنين مش قادرين يعملوا حاجة في بعض الاحيين بيحصل لهم كده عشان حاسين بالضغط طول الوقت ضغط ان هم يثبتوا نفسهم بان هم احسن من غيرهم في واحد بقى يطلع يقول لي طب يعني انت عايزنا ما نخليش اولادنا يتقدموا ويتفوقوا لا يا سيدي اربط اولادك بالمعنى اربط اولادك بان العلم ده حاجة مهمة ونور وسلة الانسان بيرتقي فيه للوصول الى مرضات الله ومحبة الله مش لازم تربط له العلم بان هو يكون افضل من غيره ويبقى انت الاول على الناس كلها فابني اذا ما طلعش الاول يبقى هو قل في بنوتي دي لا مش حقيقي فالضغط والخوف من عدم القبول قبول الناس لما يكونوا مش الافضل التربية على هذه الفكرة بتحرق انسانية الانسان وتخلي قلبه مليء بنار الصراع فعشان في كتير من الاحيان بيطلع اولادنا عشان اثبت اننا الافضل لازم اشوه الاخرين ولازم في بعض الحقيقين اتناولهم بالعيوب وافضل اسيء لهم فيتعود ان هو يصارع طول الوقت طول الوقت المصارع بما فيهم اخوه بما فيهم شريك حياته فيصارع اخوه ويصارع شريك حياته ويصارع كل الناس لان مفهوم الحياة عنده اتبنى على الصراع لما ربنا بنا الحياة بناها على الرحمة شوف حضرتنا بيقول الراحمون يرحمهم الرحمن وتعالى يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الافضلية بتخلي الانسان مما كان عنده ما يحسش بنعم ربنا يحس بالجوع دايما ويحس باستظهار النعم ويحس انه هو في بعض الاحيان ما شافش نعم اصلا ومع انه غارق في نعم الله سبحانه وتعالى المقارنات بتجره الى اشياء بشعة زي الفردانية والانانية ويجي كمان التوحش اللي احنا اتكلمنا عنه وفكرة الدم الازرق ان احنا شايفينها بيمارسها الكيان وبيمارسها الصهينة ازاي لما تربوا على انهم الافضل بقوا ممكن يقتلوا بدم بالد على انهم شايفين انهم شعب الله المختار فقدوا الى انهم اهلكوا الانسانين نعمل ايه بقى عشان نتخلص من ده